هذا الفيديو يمكنك استخدامها كما تريد جادافي ارستد ياهو تقدر حقوقية أن تقدم السلطات أو تقدم بالأحرى على عملية أمنية في المدينة التي تعد أحد المراكز الرئيسية للانتفاضة في سوريا وظلت تشهد على مدى الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط النظام من جانب آخر توصلت في سوريا المظاهرات الليلة الماضية مطالبة بإسقاط النظام السوري فقد شهدت دير الزور وحماه والذقية وأدلب وريف حلب وأحياء في دمشق وريفها مظاهرات رفضت الحوار مع النظام ودعت الرئيس بشار الأسد إلى الرحيل تشهد مناطق سورية عدة مظاهرات يومية مطالبة بالحرية على الرغم من نجوء السلطات إلى استخدام القوة لتفريقها وعلى الصعيد السياسي أقرت الحكومة السورية مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الأحزاب السياسية وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن مجلس الوزراء أقر المشروع بهدف إغناء الحياة السياسية وتداول السلطة على حد تعبيرها مشروع القانون يضع إلى منع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو أي شكل من أشكال التمييز العرقي كما يحضر أن يكون الحزب تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري ويشترط المشروع التزام أي حزب بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية ويشترط كذلك أن تلتزم الأحزاب باحترام الحريات الواردة في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من قبل سوريا وأن يحافظ الحزب على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع وأن تكون مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله علنية من الشروط الواجب توفرها في عمل الأحزاب أن يتم اختيار هيئاتها القيادية ومباشرة نشاطها على أساس ديمقراطي وأن لا تنطوي وسائلها على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو استخدام العنف بكافة أشكاله أصدرت محكمة جنيات القاهرة صباح اليوم قرارا بتأجيل محاكمة وزيرها سيبر هاتس also 24 أبول 2005 after the first and the second contact see the impossible for these videos only 22 days passed and then